طيب أبو الوليد في سؤال من الهاشتاق يقول هل يقالوا أراد الخروج بعد منعه من الاتحاق بالمنتخب أو بعد سماعة بالعرض وهل هدد بالماضي برفع قضية بسبب تأخير راتبة؟ يعني يقالوا يعني يشوف العلاقة معي قالوا كانت جيدة الحد ما موضوع يعني قبل موضوع المنتخب فترة يعني برجع النقطة تعاقدنا معاه نتعاقدنا معاه في ديسمبر العام الماضي أو في يناير في العام الماضي وتعاقدنا معاه على أساس أنه لاعب معتزل دوليا وكنت واضح معاه ومع وكيل وواضح مع الوسيط وكنت أقول لهم يا جماعة لاعب دولي كل شوي وأنا عارف بطولة أفريقيا جاية في يناير القادم كنت أقول لهم أنا لا أرغب في أي لاعب كل شوي رايح للمنتخب كل شوي يعني بيجيني في عز الدوري الموسم القادم وبتيجي بطولة أفريقيا وبيمشي فكانوا قالوا لا أبدا هذا معتزل وحتى قلت لهم لازم أسمعها من اللاعب ودخلت فيديو مع اللاعب أونلاين في اجتماع أونلاين وبلغني اللاعب بأنه معتزل فوجي أنا بأنه رجع ثاني مرة للمنتخب وكان فيه يعني أنا اعتبرتها عملية ما هي طيبة وعملية يعني خداع عليها على النادي اللي علينا فقضيتي قالوا يعني أنا ما أبغى أتكلم بتفاصيل ما لها داعي وتفاصيل ما لها لزوم في النهاية أصبحت يعني الأمور مع اللاعب منه بطيبة وأصبح يعني اللاعب لا يتمرن زي ما يقولون بنفس طيبة ولا يتمرن بشكل جيد ولا يعني يعطي من عمره يعني أصبح اللاعب صراحة كأنه يرغب وبلغنا أنه يرغب إذا جاي عرضه يرغب بالانتقال ولا أصبح يعني أنه يعني حتى كان واضح للجميع بالنادي من اللاعبين مدربين من إداريين أنه اللاعب هذا خارج صار أصبح خارج المنظومة الشبابية وخارج المنظومة بشكل يعني ما كان يركز في المباريات كان يضيع فاخر المباريات كان تركيزه سيء جدا بالذات لما مسألة أنه والله لم يتم استدعاءه من المنتخب جاء الاستدعاء متأخر بالقانون الدولي ذات الاستدعاء بعد 15 يوم يعتبر استدعاء باطل نحن جاءنا قبل البطولة بسبع أيام فلما لعب مباراة الأهلي كان يبغى يسافر قلنا له يعني ما جاك استدعاء فأكلم الاتحاد النجيري شكل الاتحاد النجيري ناس يرسل إيميل أو شيء أو عندهم مشكلة فأرسل لنا الإيميل بعد ثلاث أيام من طلبها السفر فردينا عليهم بأن هذا المخالف وأن الاستدعاء غير قانوني وأصبح ما فيه فاحنا ما عندنا مهاجم آخر جلسنا على أساس يلعب مباراة أبها ويلعب ثلاث مباريات لكنه انتوا شفتوا عطاءه في الثلاث مباريات كان عطاء يعني ما عدا المباراة الأخيرة تحسن قليلا الوضع ما نبغى نتكلم أكثر من كذا وما نبغى نتكلم عن أمور يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل لكن باختصار أقولها أنه ما كان يقاله بكل أمانة اللاعب اللي بيستمر معنا وبيجلس معنا وكان على أقل تقدير أقول لكم لن يجلس إلى الصيف كان في أي لحظة ممكن يغادر والسبب كل ما يتأخر راتبه يجينا خطاب من الفيفا بإلغاء العقد خلال 15 يوم جاءنا أكثر من ثلاث مرات وكان دائما يضعنا في موقف حرج وكان يضعنا في موقف سيء وتكلمت معه واجتمعت معه وقلت له أنت جزء يجب أن تكون أن تختار أن تكون جزء من العائلة وتصبر وتتعامل مع ظروف النادي بهدوء كل اللاعبة متعاملين أما أنك تبغى تتميز لوحدك وتأخذ أمورك لوحدك وتكون لوحدك فإحنا بالنهاية بنعطيك حقوقك لكن هذا الشيء يعني بتأكد أنه رح يأثر عليك رح يأثر على وضعك اللعيبة نظرة اللعيبة لك أنه أنت الوحيد اللي تستلم وهم لا هم يقدرون وأنت ما تقدر ما رح تكون طيبة لك تكلمت معه ونصحته وتكلمت معه كثير عملها ثلاث مرات فصار الرجل يتصيد على أنه يخرج من النادي بأي طريقة فأنا على وضع النادي السيء وصرت أمام حالة أنه قد يخرج في أي لحظة فري ويطالبنا بكامل عقده بعد يعني يصير يمشي فري ويطالبنا بمدة العقد المتبقية فأمام ذلك جاني عرض من الهلال عرض حقيقة ما يرد عرض عالي جدا أعلى من قيمته السوقية عرض ما يرده لواحد يعني واحد ما يفكر زين فأنا بالنسبة لي تعويض لاعب سهل تعويض لاعب ما هو صعب الحمد لله عندنا خط وسط وعندنا أجنحة وعندنا شغل وعندنا سيستم في النادي وفريق يسيطر ويتحكم في المباريات دائما استطيع يجعل من أي مهاجم هداف أنا أعرف أنه يقالوا لعب كبير وأعرف أنه لعب ممتاز لكن ترى لازم تعرفون شيء والذات في الأخير هو ما أعطانا أمره ما أعطانا أمره أبدا لأمانه وكان يتحين الفرص لكي يخرج من النادي وموجودة على الفكرة اللي بينكر الخطابات أو بيطلع اللي بيقول هذا الخلد البلطاني يدور حجج موجودة الخطابات عندنا وموجودة بكاملها وموثقة بالاتحاد السعودي ولن نستطيع أن نختلق موضوع من عدم للعلم من أسباب تأخير الكفاءة الشبابية تأخير الكفاءة المالية لنادي الشباب هو أي قاله لأنه قبل الكفاءة بأيام كتب خطاب وأخذ بموجب أنه كان حطنا أمام خيارين إما ندفع له أو لغاء العقد فدفعنا له فوق ثلاثة مليون وشوية ريال ساهمت في تأخير الكفاءة وفي زنقتنا الآخر وقت فأصبح اللاعب خارج المنظومة خارج صارت القضية واضحة أنه اللاعب بس مجرد يكمل أيام ويكمل مبارياته ويلعب لأجل أنه يلعب لأجل اللاعب النفس لكن ما هو ذاك اللاعب المهتم عموما إحنا ما اتخذنا قرار جميل اتخذنا قرار سليم لاعب ثلاثة وثلاثين سنة لاعب يباع بمثل هذا المبلغ للضخم احنا بيعناه بستة مليون يورو أعتقد أخذنا شيك بخمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ريال عدد ضريبة يعني وتنازله من بعض الأمور يعني تقريبا مبلغ حوالي كلف الهلال بعدود فوق ثلاثين مليون الإجمالي يعني أعتقد رقم فلكي لو صبرنا للصيف لن نحصل عليه إطلاقا لن نحصل مثل هذا المبلغ إطلاقا فهذا السبب أني أنا يعني وافقت في هذا الوقت الصعب يجي أحد يقول لي والله ليش وافقت باقي يومين وباقي ثلاث يام نعم أوافق لأني قادر على تعويضه وقادر لأن الحمد لله القدرة اللي عند إدارتنا دي الشباب والقدرة والفعالية اللي نستطيع نشتغل فيها بشكل سريع نستطيع أن نعوضه بسرعة والحمد لله عوضناه بلاعب أنا أعتقد أنه لاعب واعد ولاعب جيد ولاعب لا أبغى أمدح أكثر من اللازم ولا أبغى أقول والله أنه أفضل ولا أقل أنا أقول لأيان بيننا إذا عدى الشهر الأول من الانسجام ومن التجهيز التام راح نحكم عليه من الشهر الثاني ورح يتشوف الجماهير الشبابية بعد كذا بعون الله والجمهور الرياضي عام ما أننا إن شاء الله ما أخطأنا صفقة إيقاله بكل أمانة أنقذت الوضع المالي الشبابي أنقذت الوضع بشكل كبير إحنا عندنا للي ما يعرف وأقولها بكل صراحة إحنا عندنا لاعبين قدموا أوراق فصها عقد خلال 15 يوم لأن خلاص شافوا إيقاله وكل ما يقدم يستلم فقالوا لا أحنا بعد زيه فصار عندنا لاعبين أجانب الآن جاهزين لفسخ العق طبعا سددناهم اليوم الحمد لله وقفلنا القضيتين وخلاص أيضا عندنا ثلاثة من الجهاز التدريبي وواحدة خصائي علاج طبيعي اللي ما تعرفونه أيضا قدموا واليوم قفلنا معهم فالوضع كان حينهار في النادي حينهار ماليا لأنه ما نعرف وين نوديها لنعرفها كان علينا منع تسجيل اللي ما يعرفوا للي ما يعرفون الوضع الشبابي احنا كان عندنا منع تسجيل من الفيفا بموجب نادي شنقهاي الصيني اللي باع علينا يقالوا ما سددناه فكان عامل علينا شكوى بالفيفا وصادر علينا حكم ومستعدين إذا الأخوان في الجماعير الشبابي ننشرها بكرة وشالنا شلنا المنع يوم الخميس بجهود كبيرة جدا من من قبل الاتحاد السعودي وبعد ما سددنا طبعا إنه بس كيف يتشال مفروض يقيد خمس أيام ولكن الحمد لله الأخوان في الاتحاد السعودي الأخي أسر المسحل ما قصر ساعدنا وضغطوا والحمد لله لنا علاقة طيبة في محامي شنقهاي وخلصنا الأمور وخلصوها في ظرف 24 ساعة شالوا المنع فكانت ظروف النادي للعلم ظروف سيئة ممنوع من التسجيل علي ضغوط وخروج اللاعبين علي تأخر 14 رواتب 14 رواتب كيف تبغاني أطالب اللعيبة يفزون كيف تبيني أطالب اللعيبة يعني يعطون أكثر أنا صرت ما أجتمع مع اللعيبة وأتجنب الاجتماع صرت أجي أعمل ابتسامات في التبرين وأجي أدردش معهم ومشي فالوضع في النادي كان وضع يعني واصل لمرحلة مادية سيئة فالبيعة دي أعادت الأمور لطبيعتها أنا أخسر إي قالوا لكن أنا كسبت فييتو كسبت جون ماري كسبت النادي كسبت الاستمرارية كسبت لعيبتنا كسبت كل شي كسبت الآن سددت رواتب سددت أمور قفلت قضايا أنقذت النادي النادي كذا كذا لو استمر إي قالوا ولي بيعنا كذا كذا حينهار كذا كذا العامل المالي اللي ما يعرف الجماهير العامل المالي سيقول كلمته في النهاية ويطير اللعيبة في وسط قبل ما نقف للموسم بيطير لكثنين ثلاث لعيبة بيعني ما إحنا قادرين نجيب حكم أجنبي ما إحنا قادرين نصرف اليوم أنا صرفت مكافأة النصر للعلم يعني بس مكافأة النصر شوفوها اللي لها شهرين اليوم صرفناها اليوم صرفنا يعني مكافأة الفوز على النصر صرفتها من فلوس يقالوا اليوم فلوسنا هذه الليلة اللي خدتها مني بيعي يقالوا صرفتها اليوم ليه لأننا ما كان معنا مبالغ وفعنا سيء والشركات ما قصرت رعاتنا هاف مليون تاكندا بريستيج فالوتشي الأربع شركات ذي أعطت كل شيء يعني بريستيج وتاكندا أعطت كامل العقد دفعت بالكامل عشان ناخذت كفاءة هاف مليون شركة محترمة ما قصرت عندنا دفعة في فبراير قالوا لا خذوها الآن وخذوها دبل الدفعة اللي في الصيف خذوها الآن بعد فقفلوا كل شيء خذونا دفعة مقدمة قالوا ساعدونا في موضوع الكفاءة وقدرنا الحمد لله نجتاز الأزمة أنا ما أبي الجماهير الشبابية يشوفون الوضع بالطريقة السلبية أبيكم يشوفون بالوضع بالطريقة الإيجابية قبل أسبوع كنا نادي شبه مفلس شبه يعني ما عندنا ما عندنا شيء في ظرف أسبوع تصرفت إدارة النادي بيعنا لعيبة بأربعين مليون ريال عوضناهم بلعيبة لا يقولون عنهم ولله الحمد إحنا تعويضنا بلعب التعاون مكسب كبير لو ياقو سانتوس أنا أعتقد أنه من أفضل مدافعين الدوري وأعتقد أنا كان معجبني كثير وهي لعب في التعاون فما صدقت أنه يعني الحقيقة أننا نقدر ناخذه وعوضناه بسرعة عوضناه أيقور بمدافع أفضل وفييته ولاعب كبير ولاعب دولي ولاعب في الدولة الأسبانية ولاعب بنادي الهيلان ولاعب على مستوى عالي جبناه حنوظفه التوظيف السليم وحتشوفونه في شكل آخر وحتشوفونه في منطق آخر وحتقولون والله نادي الشباب يعيد اكتشاف النجوم جوم ماري لا تحكمون عليه الشهر الأول طبيعي زائر جديد للمنطقة زائر جديد لمنطقة الخليج والوضع بكل تأكيد الشهر الأول لا تحكمون عليه الشهر الثاني حتشوفونه بعون الله أنا هذه رؤيتي إن شاء الله بتشوفون هداف كبير وراح تطالبوننا بعدين في التجديد أتمنى أتمنى أن يكون أنا صح وأتمنى أن يكون أنا يعني أنا وعضاء إدارتي أن أتخذنا القرار السليم بس لو ما كنا اتخذنا القرار في بيع يقالوا لنهارت منظومة النادي يا جماعة أنتم ترون ملعب وترون تفتح تلفزيون وتشوف المدرج وتشوف المباراة لكنك ما ترى إيش نعمل عشان هالمباراة ولا إيش يدور من كواليس النادي إيش يدور من الأمور إيش يدور من الصراعات إحنا خلاص كل محامين الدنيا اشتكونا يعني أنا ما ودي أوصل النادي إلى قضايا في فيفا ولا ودي أوصل النادي إلى بكرة إيقافات ولا ودي أوصل النادي إلى مر أنا تصرفت بدري لأني لو ما تصرفت بدري لو ما تعملت بحكمة وتعملت بدست على معواطفي وجوارحي أنا أنا زيكم زعنامني إن إيقاله يطلع أنا ودي إن إيقاله يستمر لكن أنا أعرف إن إيقاله حيمشي بكرة حيطالبني براتبه سنتين قدام وحيأخذ مني راتبه في السنة 4 مليون يورو وحيأخذ مني 8 مليون يورو الرواتب هذه ما صرت أستطيع الآن أعملها والرعايات تقلصت عندنا الأمور تقلصت أشياء كثيرة تقلصت إذن يجب أننا نتوازن كل اللي يوعد جمهير الشباب أننا نبقى بالمنافسة ونبقى دائما أقوي ونبدأ دائما موجودين وبالعكس حنبدأ نحسن أكثر وأكثر إن شاء الله مع الوقت